أرقام أخرى تأتي هذه المرة من قطاع العقار لتؤكد بدورها عمق الأزمة الاقتصادية في أوروبا الأرقام التي نشرها الدوان الأوروبي للإحصائيات تدل على تدني واضح في أسعار السكنات والتي انخفضت في منطقة اليورو بـ 1.8% بينما قدر تقلصها في مجموعة دول الاتحال الأوروبي بـ 1.4% الإحصائيات هي مقارنة لأسعار السكنات في الثلاث الأخير من سنة 2012 مع نفس المرحلة لسنة 2011 في أوروبا الأوروبي بـ 1.8% la correction devrait probablement encore se prolonger un an ou deux et alors de l'autre côté il y a les marchés qui vont relativement bien notamment l'Allemagne qui dans les zones urbaines en tout cas bénéficient de l'apport des investisseurs تطور أسعار السكانات يختلف من دولة إلى أخرى فإسبانيا مثلا تعرف إن خفاض في أسعار السكانات قدر بناقص 12% ورومانيا ناقص 9% أما دولة سلوفينيا فنزلت بها أسعار المساكن بـ 8.8% من جهة أخرى عرفت الأسعار بعض الارتفاع في دولة أخرى مثل لتوانيا 9.8% مالطا 5.4% ودقية لكسنبورغ 1.6% En Belgique par exemple ou en Autriche qui sont des pays où ça va bien, là probablement qu'il y a une correction qui s'annonce au moment où les taux d'intérêt vont repartir à la hausse alors que dans d'autres pays la correction commence maintenant donc par exemple on est assez négatif sur les perspectives de croissance des prix en France et en Italie où là visiblement la correction a démarré en 2012 et devrait se prolonger certainement un an ou deux en fonction de l'ampleur de la dépression économique المراقبون لشأن الاقتصاد الأوروبي قلقون من الإعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية على قطاع البناء والسكن في أوروبا والتي تسببت في إفلاس الكثير من الشركات النشطة في هذا القطاع وهي متخوفة من احتمال فقدان بعض البلدان لوسائل إنتاجها التي بنتها عبر سنوات ويصعب تعويضها في المستقبل أسحار السكنات تستمر في الانخفاض لتؤكد لجميع مدى عمق الأزمة الاقتصادية وتكريسها في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي إلى درجة خوف هذه البلدان من فقدان وسائل إنتاجها والتي صنعتها عبر سنوات لقناة الاقتصادية لخضر فراط من بقر مخوذية الأوروبية بروكسل